سلام عليكم شباب معاكم جاداليفن اول جديد في هذا الفيديو رأيك كيف تقدر تفك حاجة بعد ما تخلص بريستيج الاول او الثاني او الثالث وتفكها شي مهم من نسب لك تبغي تفكها تأخذ معك البريستيج اللي بعده فخلنا رأيكم في هذا الفيديو كيف طبعا الموضوع سهل عليك الضغط options وتروح الى كلمة the barcast وتضغط على البريستيج طبعا اذا تبغى تفعل بريستيج تضغط على هذه الكلمة اللي انا تشوفهنا الحين فيه تشوف شكل البريستيج تضغط عليه طبعا خلصت بريستيج الاول تونر يوم داخلا الى الحين بعد ما العافي ولا غيم الكل ديث رايش 1.89 تقدر تقول يعني قم واحد وديه 1.90 هلو 77 ون مش بطل وعندي 3487 كيلة المهم طبعا هذا الفيديو ارويكم اياه حق كيف تقدر تبغي تفتح حاجة معينة طبعا سنعيد لكم تضغط options تضغط R1 مرتين جي باركس وتروح الوسط وتجيل هذي في الزاوية عالمين طبعا هنا للبرستيج الاول تضغط عليه بس مساكل خلاص ونجي له هذي permanent unlock طبعا انا بالنسبة لي اللي احترت فيه انه شن افك احترت بين شيئين يا افك الرايزر باك او ال M8A7 من ناحية الاسلحة بس للاسف راح اروح مع القوست بالنسبة لي شيء القوست شيء مهم 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 جدا ان ادرع موايد والUAV يشتغل بسريع فا يحتاج القوست بشكل كبير فا كده خلاص فتحنا القوست تقريبا اروح نسوي كرييت كلاس اروح تشوف القوست القوست موجود يا حبيبي فهل كده تسوي لك موسيقى موسيقى بالنسبة لي انا فتحت القوس شنو بالنسبة لك الشي المهم يعني في اشياء ويد مهمة انا حسي بيتفكها اغلبها في اسلحة ولا كلاستريك في لفل خمسين في خمسة واربعين شي كده متأخر في البرستيج وتحتاجها عطني في الكمن تحت عطني رأيك شنو الشي المهم اللي بالنسبة لك تفكها بالنسبة لي انا قوس ادرعم وعندي اسلحة يعني عادي عاوض عليها اسلحة ثانية عادة نستخدم السب ماشين غانز وكل السب ماشين غانز ممتازة بس هذا الفي ام بي شي جبار اتمنى شباب استفدتم من هذا الفيديو حلو دي اهم شي استفدتم من هذا الفيديو فلا تنسى اللايك فيه سبسكرايب اذا تبقون شي معين اسويلكم ايا طبعا راح انزل جيم بلاي وايد في هاد الفيديوهات الفترة الجاية واذا حابين بعد شوفون اشياء حقا ان كل فيديوتي في رابط اخوي شيكوا تحت قناته تقولوا تخشون عليه وشيكون على موضوعه وشوفون قناته بعد فيه اشياء حلوة فاذا اعجبكم الفيديو شباب لا تنسوا اللايك في فيه سبسكرايب اشوفكم على اخر الفيديو جاي السلام عليكم